موسيقى 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الزوار قناتي على اليوتيوب مرحبا بكم ان شاء الله في هذا الفيديو على هذه القطع الالكترونية متضلح موسيقى موسيقى باتري هذا نستعملون في شحن البطارية الفارغة كيفما كان نوع بالنسبة الهواتف بعض البطاريات التي تعمل او القوة الكهرومة التي يكون فيها 3.7 فولت او او الأنوع الأخرى البطارية من نوع 18 1650 اخواني من هذا النوع الذي يكون موجود في بطارية الحواسيب كما تلاحظوا معي هذه تحمل القوة الكهرومة محركة لها 3.7 فولت بطارية الهواتف سواء من هذا النوع الصغير او نوع آخر سواء سواء البطارية الخارجية أو الداخلية لأن هناك بطارية تكون مدمجة داخل الهاتف وذلك بطارية خارجية ممكن القوم بالإزالة علىكس البطارية الداخلية بطارية الداخلية تكون مدمجة مع أن تقوم بالفتح الجهاز الهاتف و تقوم بالعمل albo شحن ديرها بهذا القطع الإلكتروني نوفقador vídeo هذه القطعام هذي الثامن دياله إخواني كيتراوح ما بين واحد دولار حتى الجزء دولار غادي نترك لكم في الديسكريبشن فلاش إن شاء الله الليان ديالة نكلكم تريش ترجوه من علي إكسبريس وما أدرك مع علي إكسبريس أنا كما تلاحظوا معي قمت بتجريبها فكانت نتائج هذه القطعة نتائج مذهلة لماذا؟ لأن الدور دياله الدور كبير إخواني في استرجاع البطارية التي فقدت قيمتها القوة الكهرومحركة وكانت تكلمكم القيمة القوة الكهرومحركة ديال البطارية هي وكانت تكلمكم إخواني على على هذا 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 3.7 فولت اللي كانت تكلمكم عليها البطارية البطارية الإخواني بعض اللي كيوقع فيها خلال ديال الشحن سواء في الهواتف أو في البطارية الحواسب أو أي إن كان مهم موضوع ديالنا كي يقتصر على البطارية التي تشحن من نوع بطارية من نوع ليتيوم هنا إخواني بعض البطارية توجد في الهواتف تفقد قيمتها القوة الكهرومحركة مثلاً نأخذ على مثل هذه البطارية بطارية سامسونج فيها 3.7 فولت لكن بعض الأحيان إخواني لا نجد في البطارية 3.7 فولت رغم هذه القطعة هذه نقوم بتركيبها في البطارية نقوم بتركيبها في الجهاز الهاتف لكن الهاتف لا يستجب معنا نهائياً ندخل الشاحن لا يستجب ولا يعطي أي نتيجة لماذا؟ لأن القوة الكهرومحركة لهذه البطارية لم تعد كما هي أو كما يشار إليها الصانع إخواني هي 3.7 فولت لذلك الحل لإصلاحها هو نقوم بضربها أو بشحنها بهذه القطعة الإلكترونية هذه القطعة الإلكترونية القوة ديها إخواني هي 5 فولت 1 أمبير تقوم بشحن أي قطعة أو أي بطارية كيفما كانت نوعها سنلاحظوا إخواني إن شاء الله الآن سنقوم بتجربة ديها الميزة أخرى إخواني في هذه القطعة هذه هي كيمكننا نقوم بتوصل ديها بواسطة شاحن هاتف كما تتلاحظوا كونيكتور من نوع الهاتف يمكننا نقوم بالشحن ديها يمكننا نقوم بالشحن ديها بواسطة أو تشغيل ديها بواسطة شاحن دي الهاتف النقال كما تتلاحظوا معايا يمكننا نقوم بتوصل ديها قد تشتغلنا باللون هاد اللامب هاد قد تشتغلنا باللون أزرق ميزة أخرى إخواني هاد القطعة هاد حينما تقوم بشحن البطارية مئة في مئة فاد الحالة تتم الرجع دي القيمة القصوية اللي موجودة فاد البطارية إلى القطعة الإلكترونية أولى إلى هاد الميكرو USB تشارجر يقوم بقطع الطيار الكهربائي وتوصل الكهربائي اللي كيقوم به اللي كيكون خارج من القطعة ويقوم بالشحن البطارية ويعطي فاد الحالة باللون أزرق فاد الحالة يعطي باللون أزرق هناك اي سي الشحن هو هذا إخواني هو اللي كيقوم بالفتح والغلق دي الدارة الكهربائية دي النفذ الحالة لكنها عندما يجيه أمر بأن الفولتية الموجودة على البطارية قد وصلت الحد الأقصى لذلك يتم رجع إلى الاي سي ويتم غلق الدارة الكهربائي هادي الميزة إخواني اللي موجودة في القطع الإلكترونية ممكن إخواني نقوم بالتجربة إن شاء الله هنا في إخواني الشاحن اللي غادي نقوم بتركيب دياله يكون الشاحن للهاتف اللي كيخدم بخمسة فولت خمسة فولت أمبير دو أمبير ترو أمبير ما هنا في الحالة ما كان ما كنشوفوش الشاحن القيمة دياله بالنسبة للشدة تيار اللي كيخرجنا ولكن كيشوفو الفولتاج اللي يدخل هاد القطع هادي ضروري لأن في الخارج هاد القطع هادي هاد القطع كتقوم بشحن البطارية بشكل تدريجي هادي الميزة اللي أبهرتني إخواني البطارية إلا كانت إخواني البطارية فيها جوج فاصيلة واحد فولت ولا جوج فولت فهذه البطارية تبدأ في استعادة قوتها تدريجيا من جوج فولت إلى ثلاثة فاصلة سبعة فولت إلى أربعة فولت إلى أربعة فاصلة اثناني فولت هادي القيمة القصوية اللي كتوصل إلى البطارية بطارية اللي تيوم وسواء البطارية اللي تيوم من نوع هد 181650 واللم من البطارية الهواتف كيفما كان نوعها إخواني ها هنا فهذا الحالة لا يتم تأثير على هاد البطارية نهائيا فيتم شحنها بشكل تدريجي وطريقة طبيعية جدا ما كيكونش أدنى تأثير إخواني على هاد البطارية كيفما كان نوعها العكس هناك بعض بعض طرق يستعملوا بعض المصلح الهواتيف أو المصلح الحواسي بأين كان إخواني يقومون بشحن البطارية أو ضربها ما يسمى بالديريكت هذا هو المصطلح الشائع عند المصنعين في هذه الحالة يقوم بضربها بالديريكت هذا الديريكت إخواني غير مفهوم جدا بعض المصنعين قد يكون هذا الديريكت بقيمة دياله 12 فولت قيمة دياله الديريكت إخواني 12 فولت وهذه القيمة هذه قيمة غالطة إخواني لأن بعض البطاريات تقوم بالدخل هناك الدخل للشحنها يكون ضعيف مقارنة مع هذه القيمة هذه طريقة غير علمية وغير شغالة إخواني نهائيا لا أنصحكم باستعمال هذه الطريقة أنصحكم باستعمال هذه القطعة الإلكترونية قطعة عجيبة إخواني التمن دياله قليل وأجرها كثير أنصحكم باستعمالها تقوم بشحن البطارية بشكل تدريجي حتى تصل إلى قيمتها القصوى رغم أنها تقوم بشحن البطارية بشكل تدريجي بواحد أمبير فهي لا تؤثر على البطارية وتقوم بشحن البطارية مئة في المئة كما تلاحظ معي أنا عندي هناك بطاريات قمت بالشحن بواسطة هذه القطعة إخواني بواحد يقوم بشحن البطارية ثم تلاحظوا معي هنا في القطعة هذي يكون البيموان والبي بلوس قمت بالرابط هذه الأسلق في البي موان هنه غادي نمشي القطب الساليب غادي نربطه مع القطب الساليب دينا متتلاحظوا و القطب الموجه باخواني غادي مشي القطب الموجه هنا اخواني لماذا لم تعطيني اي نتيجة لان البطارية ديلي مشحونة اخواني كما تلاحظوا هذه البطارية فارغة اذا فقدت من قوتها الكهرومحركة اذا عندما نقوم بتوصل القطع للبطارية لشحنها فيتبدل اخواني هنا من لون ازرق الى لون احمر فهذه العالمة تدل على ان هناك شحن للبطارية هذه الحالة نترك البطارية حتى تشعل اللمبة باللون الازرق فيكون الشحن تام ان شاء الله طريقة سهلة اخواني كذلك هذه الطريقة اخواني يمكنكم تطورها حتى انتوما وتقوموا بالتركب ديلي بواسطة اولا شحل البطاريات من نوعه الهواتف بطاريات خارجية وهناك بطاريات اللي تكلمتكم عليها الداخلية للهواتف سواء البطاريات الجديدة ما عليكم الا ان تعرفوا القطبين السالب والموجب للبطارية وتقوموا في هذه الحالة بالشحن دياله بطاريات الطابليت كذلك يمكننا نقوموا بالشحن دياله لان البطارية اخواني كيفما كان النوع دياله لكن القيمة دياله دي القوة الكهرومحركة القيمة المكتوبة عليها ثلاثة فصيلة سبعة فولت ثلاثة فصيلة سبعة فولت المكتوبة عليها ثلاثة فصيلة سبعة فولت وقمنا بالقياس بواسطة الفولت متر ولا الميتريكس كما تتلاحظوا معي اخواني هناك قيمة لا بئسة بها قيمة طبيعية ثلاثة فاصيلة سعود إلا كان عندنا قمنا بالقياس ثلاثة فاصيلة سبعة هناك البطارية دينا ولقينا ثلاثة فولت ولا جوج فولت ولا ثلاثة فاصيلة جوج فولت وقمنا بإدخاله في الشاحن قمنا بوضعه في الهاتف قمنا بإدخال الشاحن لن تشحن هذه البطارية نهائيا لأن الفولتية الكهر محركة للبطارية أصغر من الفولتية التي قمنا بقياسها دائما عليكم أن تلاحظوا جيدا القيمة المكتوبة عليها وكذلك تقوم بالقياس القيمة الحقيقية الموجودة في الأقطاب أقطاب البليس والموان هنا موجة والسالي إخواني قد نترك لكم في الديسكريبس إن شاء الله لأن يمكن لكم حتى أنتم ما نبغيتوا تقوموا بالشير هذه القطعة قطعة قد لكم ما يتراوحش الثمانية لما بينوا واحد دولار إلى اثنان دولار أنصحكم باستعمالها هذه القطعة تصلح لعدة مسائل إخواني يمكنكم أنتم تطوروها في مجال السيانة الهواتف إخواني كانت من هذا الفيديو كنا الإعجاب دي كومون تكونوا استفتوا معي إن شاء الله إلا أعجبكم الفيديو إخواني ديروا جيم بارتانج واتنسوش تابنوا واللاشين إخواني والدعموا أخكم إن شاء الله باش دائما نترح ما هو جديد إن شاء الله في مجال الإعلاميات أولى مجال الإصلاح بصفاء عما إخواني كان درب لكم موعد آخر إن شاء الله وفيديو آخر مع طرق جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته